هل الفتن الموجودة في هذا الزمان وجدته مكتوبا على المكتب هنا في القناة هل الفتن الموجودة في هذا الزمان تبيح التجاوزات في الخطبة الشرعية من اختلاط برجال ونساء ومهال حدود الشرع في الخطبة والجواب المسلم فوق اي ارض وتحت اي سماء يجب عليه ان ينضبط بالضوابط الشرعية من حدود الله تبارك وتعالى والتي شرعها نبيه صلى الله عليه وآله وسلم فلا يجوز ابدا للمسلم بدعوى انه يعيش في فتن ان يرتكب الحرام او ان يفعل المعاصي فشرع الله تبارك وتعالى يصلح كل زمان ومكان يصلح كل زمان ومكان ولا يجوز للمسلم البتة بدعوى انه يعيش زمان الفتن ان يتفلت من الضوابط الشرعية ان يرتكب الحرام وان لا يفعل الحلال وان لا يأتمر بالامر وان لا يجتنب النهي وان لا يقف عند الحد قال الله تعالى يا ايها الذين امنوا اطيعوا الله واطيعوا الرسول وأولي الامر منكم وقال الله جل وعلا وما كان لمؤمن ولا مؤمنة اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيرة من امرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينة وقال الله جل وعلا لا يكلف الله نفسا الا وسعها اي لا يكلف الله تبارك وتعالى المكلفين من العباد الا بما يطيقونه وبما يقدرون على فعله في زمن الفتن او في غير زمن الفتن فلا يجوز للخاطب ان يتجاوز الحدود الشرعية في الخطبة بدعوى انه يتعرض للفتن فعليه ان يستغفر الله وان يتوب اليه وان يحافظ على الصلوات في جماعة وان يحافظ على العبادة وان يحافظ على الصحبة الصالحة وان يستعين الله تبارك وتعالى بكثرة الدعاء وان يستعين الله تبارك وتعالى بقراءة ورد يومي من القرآن وان يستعين بالله تبارك وتعالى على الصيام الى غير ذلك من الوسائل التي تعينه على الثبات في الفتن لكن لا يجوز له ابدا ان يتجاوز الحدود الشرعية فالمخطوبة امرأة اجنبية عن الخاطب الخطبة ما هي الا وعد بالزواج لا تحل حراما ولا تحرم حلالا ولا يجوز للخاطب البتة ان يخلو بمخطوبته بعد ان يراها رؤية شرعية يطمئن اليها وتطمئن هي اليه لا يجوز له بعد ذلك ان يسافر بها او ان يخلو بها الى هذه المخالفات الشرعية المعروفة التي وقع فيها كثير من البيوت ثم بعد ذلك تقع المصائب وتقع الفتن العظيمة ولا يلوم الانسان بعد ذلك الا نفسه فلا يجوز لبيت مسلم يتق الله ويخشى الله ان يسمح للخاطب ان يخلو بابنتهم المخطوبة وانما لا حرج ان يجلس معه في وجود محرم من المحارم مرة او مرتين او ثلاثا بحيث يطمئن اليها وتطمئن اليه ويراها وتراه كما قال صلى الله عليه وسلم انظر اليها فانه احرى ان يؤدم بينكم اما ان يخلو بها خلوة تامة وان تتجاهل الاسرة وجود هذا الخاطب الاجنبي مع ابنتهم بلا محرم وفي خلوة كاملة بدعوى انه خطبها فهذا حرام شرعا ولا يجوز البتة لبيت ان يفعل ذلك فما حدث خلل في بيت من البيوت الا لخروج هذا البيت عن حدود الله وعن شرع رسول الله صلى الله عليه وسلم واسأل الله عز وجل ان يردنا واياكم للحق ردا جميلة فالحدود الشرعية في الخطبة ان يرى الخاطب مخطوبته وان تراها وان يطمئن كل منهما الى الاخر ولا زيادة على ذلك الى ان يعقد عليها العقد الشرعي فلا يحل له بعد ذلك لا يحل له بعد ذلك اي شيء واسأل الله سبحانه وتعالى ان يصطر نساءنا وان يحفظ بناتنا وان يصلح اولادنا وشبابنا انه على كل شيء قدير